وإحنا اتكلمنا عنهم بس فيه تلات قيم مهمين جداً وإحنا منكلمهم عن الصدق طول ما إحنا عام بالزبط زي ما بتجي تزرع الصدق لازم تعمله بيئة لازم تعمل بيئة تساعد على الصدق أكتر تلات قيم ممكن تساعد ابننا على الصدق شوفوا إحنا ماشيين إزاي؟ ماشيين عشان نساعد نفسنا على إن إحنا نبني الصدق في أولادنا أول حاجة تساعد الإنسان على إنه ويبقى صادق قيمة الاحترام والقيمة التانية هي قيمة المسئولية والقيمة التالت هي قيمة الوعي التلاتة دولة الاحترام والمسئولية والوعي إيه اللي يخلي قيمة الاحترام تساعد على إيه؟ تساعد على الصدق لأن الإنسان بيصون نفسه يصون كرامة الإنسان سواء كرامته أو كرامة الآخرين فيصون كرامته إنه يتصغر ويبقى حقير أنا آسف لما يكون كاذب الكاذب عند الناس ما بيسويش أو ممكن يحصل على شيء لكن بالأخي خالص الناس ما تحبش وما تحترمش وما تحسش بإن هي محتاجة إن هي تقعد مع حد كاذب عشان كده لما بنحترم أولادنا وإحنا بنربيهم بنساعدهم على إن هم يكونوا صادقين وإحنا كمان بنحترمهم نشجعهم ونسمعهم كتير جزء من احترمنا لأولادنا إن إحنا نشجعهم وإن إحنا نسمعهم ونحاول نقوم سلوكهم بإن إحنا نشاركهم وأفضل طريقة لتقويم السلوك هو المشارك إن إحنا نشاركهم في عمل صحيح فيتعلموا منا إن الوصول إلى الحق سهل لما إحنا نساعدهم إنهم يوصلوا إليه ونجوهم بحكمة نغير تعنيف ده بيساعدهم على رسخه من نفسي الشخص الراسخ نفسيا اللي مش مهزوز اللي دايماً بيحاول إنه هو يكون شخصيته ويكون صادق مع نفسه في إنه هو ما يعتبرش نفسه كامل فخلاص توقف عن إنه هو يحسن نفسه إيه اللي حاصل بيكون كذب على نفسه وده بتيؤدي إلى إيه يؤدي إلى ضيع شخصيته ولذلك الاحترام يجع للإنسان صادق مع نفسه الاحترام بيجي من إن الإنسان يكون صادق لما بيغيب الإحترام في التربية أوقات تلاقي الأولاد حسين بالخزي فيكذبوا عشان خايفين من الرفض طبعاً ده حاجة مشهورة نحنا عارفنا كتير من الناس كذبوا إحنا بنشوفهم في المدارس بنشوفهم على طول ونبقى إحنا عارفين ونبقى خايفين على أولادنا إن الأخرين يرفضوهم فيضطروا يكذبوا وإحنا عارفين إن اللي بيبتدي بالكذب خلاص بينزلق فيه كل الفساد الأخلاقي محدش أبداً يحاول يمارس الرفض مع أولاده لأن ساعتها مش هيكون الإنسان قادر إنه هو يكون صادق ولذلك من أكثر التحديات اللي بتواجهنا دلوقتي وبيبان فيها كتبنا على نفسنا أو على الناس هو عرض نفسنا بصورة غير حقيقية على السوشيال الميديا عشان ننال كم كبير من الإعجابات فيؤدي ذلك إن إحنا نعيش عيشة ملاهاش حقيقة ونعيش ملاهاش طعم وإنت لما تحصل على للكات كتير إيه اللي لا يحصل ولا حاجة زادت في حياتك لأن دي مش حياة صادقة حياة كتذبة فبعض الدراسات بتقول إن إدمان السوشيال الميديا بيساعد في بناء ما يسمى طبقة أخرى على الذات تبقى أنت مش أنت وتعيش والذات الكتير من الناس بيعيشوا في شخصيات وهمية على السوشيال الميديا طبقة دي اللي هي الطبقة اللي هي موجودة على الذات دي بتتغز على اللايكات المعجبين مش على التطوير والقيم الإضافية في حياتك وعشان كده بتبقى حياة مش حقيقية وبتبقى حياة كلها هو القيمة التانية اللي احنا لازم نساعد إن رب أولادنا على إن هي تبقى موجودة عشان تساعدهم على الصدق قيمة المسئولية المسئولية دي بالذات هي اللي بتخذينا لما نخطئ نسعى للإصلاح وكل ما الواحد فينا يمشي في الحياة يحس إنه هو كلكم راعا وكلكم مسؤول عن راعياتي كما قال صلى الله عليه وسلم فيخلي الواحد مسؤول فيبقى صادق أنا أخطأت لازم أصلح إن يريده إلا الإصلاح كلام سيدنا شعيب إن يريده إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله يبقى إذن المسئولية كل ما الإنسان يكون مسؤول كل ما كان الإنسان ده هي يعيش بصدق حاجة القيمة الثالثة بقى اللي إحنا مهمة جدا إن إحنا نغرسها في أولادنا عارف إن أنتم هتفكروا آه صح أنا لو ربيت أولاد دي وساعدتهم على إنهم يكونوا محترمين وساعدناهم على إنهم يكونوا مسؤولين وساعدناهم كمان على إنهم يكونوا وعيين لأن الوعي دايما بيحافظ الوعي دايما بيكون الإنسان بيحافظ على قيمة التعلم لأن الوعي إيه تعريف الوعي الوعي هي المعارفة الجاهزة إن إحنا نعيش بيها ولذلك إحنا عندنا قاعدة اسمع الوعي قبل السعي ولذلك الإمام بخاري قال إيه باب العلم قبل القول والعمل فالوعي بيخلينا عارفين الدوافع وتبعات الأفعال فيقدر كل واحد فينا يختار اختيارات صحيحة ولو يعف الغلط على طول هيكون عنده قدرة إنه يصح طب إيه أقرب إجراءات ممكن نخلينا نساعد دلوقتي على طول إن إحنا تساعدنا على إن إحنا نبني في أولادنا الصدق وفينا إحنا كمان نخلي بالكم إحنا كمان محتاجين نبني فينا الصدق